وصل صوتك شكوة قدمت بها الوطنية المحامين الثلاثة شكوة جزائية ضد الوزير المكلة بالعلاقة مع الهيئة الدستورية سيمهدي بن غربية والشكوة هذه جاءت على إثر ما وصفوا في أحدى المحطات التلفزية تقولوا المحامين بالمتهربين الضريبيين وباللصوص تأسفتوا لتصريحات الوزير من المعطيات تعتبرها خاطئة ولم يتمكن من غربية بنضبط نفسه وما جعل الهيئة تقدم ضده بشكوة لرئيس الحكومة يوسف الشهد كذلك وانتوما تقدمتم بمشروعته نجيو نحكيو عليه من بعد قليل مهدي بن غربي نبدأ معاك هل صحيح أنك وصفتهم بالوصوص وبعبارة أخرى ممكن نزيدها حتى تقال كلمة السراق صحيح؟ أنا نتأسف ونستغرب من الكلام اللي سمعت وليكنت تقول فيه أنا أكد احترامي للمحامين للمحامات لعمادة للمحامين دور المحامين في محاربة للستبداد في بناء دولة الوطنية في المرحلة الانتقالية لعملناها مبعضنا في الحوار الوطني وانا نكون كل احترام وكل أصدقاء المحامين كما نكون للمهنة الأخرى أنا كنت سرحت في إذاعتكم ونرجعوا التسجيلات وعلى ذلك نتأسف مذبية وهم رجال قانوني يتحرروا في هذا قبل عضري لوصفت أي مهنة كانت بسرق أنا قلت راوه هذا راي وهذا هو المتعارف من لا يدفع الجباية متعمدا هو قاعد يستولى على موال المجموعة الوطنية فلوس لحد الشماليون تونسي هاك شكولت بذبت خان ذاكرك خان ذاكرك عندي شكولت أليمي خبز الجباية سرق دوكفست باي شو الفرق بين سرق كي عبدي مش يسرق لصاحبه ولا وجاره يسرق له تليفون ولا مريات سرق جار أليمي خلص جذريم تاعه السرق العاشرة مليان توينسا في حقهم عليه هذا ما قلت بعد كنحكي على العدلة الجبائية وإحنا اليوم عانا ميزانية صعبة في الفينوس بعتاش وطالبين تضحيات من الأجارات الاتحاد والأجارات يقول لك احنا نتحملوا العدلة الجبائية الأكبر لا بد من عدلة جبائية العدلة الجبائية هذه تكون بالطبع مع المهربين مع الكناترية مع الناس في الاقتصاد الموازي ولكن كذلك تكون مع بعض الميزانية اللي نعتقدوا هذا قلناه في الميزانية اللي سابقى وليقبلها أنه الميزانية الحرة فما ممكن عدم عدلة جبائية وهذا شيء اللي قلناه مش ناخذوا إجراءات في قانون المالية الفينوس بعتاش لمزيد من العدلة الجبائية الموقف والرد والشكوى متاع هيئة المحامين اعتبرت أنك تهجمت عليهم وفي انتلاق المتصريح هذا وأيضا تصريح كذولي في قناة الحوار التونسي في 24-27 العنوان بالضبط سمحوني الزملاء ذولي 24-7 تفاضل سي عبد الفتي توحي عبدالي الوطني المحامين ونسخة الجنة الجبائية نحن نقطة خليه خليه قوله شكرا سيبو بكر لأننا حقيقة نحب نمشي درواتو بيت باش ننفعوا الرأي العام ووضحوا بعض المغالطات التي تروج علامين بالنسبة للي قالوا سيمهدي بن غربية مسجل موفق كان قال الكلام هذا مش تحمل مسؤوليته فيه كان ما قالوش كذلك لاتم تعرفوا عاد قالوا لما قلش احنا نعرفوا احنا نعرفوا لكن هو كسماعتوه انتم التسجيل متاعكم ثم ثم على الإذاعة الوطنية مع حاتم بن عمارة ثم على الحوار التونسي ثلاثة تسجيل موجودين نرجعولهم ونشوفوا انا لنذكروا انه معاك سيبوبكر هنا وقتلش بدع المهنة الحرة احكى على الناس هذو ما قتلوا هل يمكن اعتبارهم فاسدين قال لك اكثر هم سراق يسرقوا في مال الشعب هذا نحكيه على المتهربين ايه لكن في معرض حديث وعلى المهنة الحرة شعرنا في هذا هذا اذا كان ثم شكوى معتها وقيمت سوف يقع التمحيص فيها واخنا مش هذا مش هذا موضوعنا هذا كلام سياسي ايه الا انتي سمحني 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 انتي سي عالتيفتي توحي انت مو حام عضونا الوطن المرحامين الوقت راهو ثمين ياسيب بكر لانا ثم برشة معطيات تعطيت المرة الفت غالطة انا جاي انا جاي انا جاي ماش بشايتنا انا جاي انا جايك توقلك انا تعتبر المتهرب متهرب والسارق سارق السارق بالتعبير القانوني انا رجل القانون ونعرف شان خرج من فهمي السارق هو الذي يستولى على مال غيره لخاصة نفسه هذا التعريف القانوني او بقى على الحال شنو المتهرب هذه فلوسه لكن ممكن ما الصرحش به السارق لا فلوسه قبل ما يدفع الاداة هي فلوسه لكن التهرب ما تهرب شركة مثلا اخرى بالقانون مش فلوسه بالقانون فلوسه وسبوا وغاو طهن دقيقيت ما هذه الوشكلة السارق الذي يعتدي على مالي غيره السارق شوف لو كان جات التهرب هي السرقة رانا ما حكيناش على التهرب رانا خلينا نفوتوا خلينا نفوتوا المسألة أنا نحب نعطي بعض المعطيات هذا كأهم حاجة لا كلمة برك أنا نعرف اش قلت وعمل حكيت حالة حتى مهنة وأنا نعاود كلامي ما تسجد وأنا نتحمل مسؤوليتي ومن خاف من حد خاف كان من المولى سبحانه وتعالى وإذا رأي حكومة الوحيدة وطنية في برنامج العدالة الجبائية خلنا نتجاوز وميش عركة هكتخوف فينا سي مهدي لا ميش عركة تتوعد فينا بالجندرمرية الفيسكال وتتوعد فينا بال الشرطة خلناك نواصل الشرطة الجبائية موجودة في القانون احنا بش نعملوا شرطة جبائية ما نهدوا في حتى حد ما نتوعدوا في حتى حد احنا نحبوا نضحيوكونا بسبيل بلادنا وقانون لا تراغي لابد من عدالة جبائية الموضوع هذية مايش مشكلة بين مهدي بين غربية والمحامين بالعكس ما لديوش نصوروا هك هيا خلنا نحكيوه في الفان انا قلت كلام وممسجل ونتحامل في مسؤوليتش ونعاود نقول عمري لوصفت المحامين ولا غيرهم بأي وصف انا وصفت فعل التهرب الجبائي فعل عدم اداء الواجب الجبائي اليوم اللي يتحملوا فيه الأجراء والحرة جزء من هلاه فما محامين يدفعوا في جبائية بارك الله فيهم كيف القطاعات خلين كل فما نسمة هربين لكل قطاعات خلنا نحكيوه في الفان الفان انا جايك على الفان الفان يا مهدي سيد وزير الفان قلت المرة الاخرى انو عنا ثمانية لاف محامي عنا ما يفوق زوزملين قضية في العام ما يفوق اخر احسى عندي ذول زوزملين وستمئة الف قضية وخمسمئة الف قضية المدخيل الجبائية المباشرة للمحامين عشر مليون دينار وحاجة وتسعمائة تسعمية 11 مليون دينار المباشرة 11 مليون دينار عملنا المعادل نلقاوه تبيا لا 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 اذا بايا حتى علينا وعليك انتي تبيا علي نحن يجي Jak1 300 دينار اداءات مباشرة في العام لكل محامي معادل خترف أما خترف أما رو محامين يخدموا في في شركات وكذا يتقسلهم يخلصوا في لمبونة حمورهم نظمة نحكيه على اللي هم يمارسوا في مهنة المحامات في تسمى كابينية في المكاتب 1300 دينار معدل وقت لهم إذا كان نحسب وعملنا حسبا بكري 400 دينار لكل قضية معدل 400 دينار في زوزم لين ونص قضية يعطيونا 1000 مليار من المليمات في العام حسبنا اشتر 500 مليون دينار مساريف تفضل 500 مليون دينار المطالبا المحامين ما يدخلوش جيباية مباشرة 11 مليار يدخلو ما يفوق الـ 120 مليار في العام بعد ما سمهدي معتعطاء الأرقام هذه خرق فاهم معتها واجب التحفظ وحنا حكيناه معتها في مجلس وحنا اخذينا الأرقام هذه من إدارة الجيباية باش نعملوا معناتها الطرح متاعنا يكون علمي أنا الآن مجبور باش نوضح لارقام هذه المحامين يخلصوا في 16 مليار و586 بمعدل مساهمة سنوية 3917 دينار عكس ما قالوا سمهدي مليون ومتين فاهم التفياة التفياة موش تخانا بنا لا لا دقيقة سمهدي أموش فاصل هالي كان التفياة التفياة هذي سي بو بكر يدفعوها المحامين مش فردفير متاحهم ما يحملوهاش على الكليونات متاحهم إلا اللي جران كابيني اللي يتعاملوا مع ديستركتور شركات وقت اللي يعملوا فاتورة يفوتر له التفياة ويهز يحطها يعطيها للدولة احنا اللي نتعاملوا مع العموم الناس كيتاخذ من عنده أتعاب اولا ما تاخوهاش معاتها صبرة واحدة تاخذها على قضية دوم عام عام ونص ثلاث سنوات في طور واحد الفلوس اللي ناخذوها هذيك ونصرحوا بها تقول انت سيبوه بكر بش نبين لكان المحامي ماذا يدفع شهريا وسنويا عنده شهرين خمسة أداءات يدفع عنده ثلاثة أقصات احتياطية وعنده ضريبة على الدخل في اخر السنة التفياة 12% هذي احنا ندفعوها نمدوها للدولة على الشي نخذو ما يشريكو بيرابل يا سيبو بكر وهذي المصيبة ما هيش ريكو بيرابل وهو نجم يجاوبنا المحامي يدفع التفياة وما يخصم حد شي ما عندهش حق يخصم التفياة دونك وليت ان امبو سور الروفنو ديغيزي 12% اضافة الى البرامة اللي احنا خلصوا عليه الضغط الجبائي الضغط الجبائي هاو الشيفر اللي يزم تاخذو يا سيبو بكر الشيفر اللي يزم تاخذو بش يبين لك العبء الجبائي الضغط الجبائي بالنسبة لتفياة بنسبة المحاميين فيما التفياة 77.30% الضغط الجبائي بالنسبة ضريبة على الدخل والضريبة على الشركات 58.30% الضغط الجبائي الوطني في تونس كل 22.4% معنتها على 100 دينار المحامي يدفع 58.3 دينار للدولة أرجعي لك الرقم اللي قبله دونك انتم تدفعوا للدولة خنمشي معاك في حكاية التبايا 16 مليون دينار في العام 6500 8000 محامي 4234 ثم 3000 اللي اعتبرهم سيمهدي متهربين واللي احنا نعتبرهم له سيستام اكتوال متاعه وهو اللي يدزهم في الاغفال المحامي مازال في داره والكونتور يبدأ يتحرك ياخذوله من تاريخ الترسيم وليس من تاريخ اداء اليمين واللي بيناتهم يبدأوا 4-5-6 شهور اداء اليمين يحده ريسول محكمة استناف الترسيم تحده الهيئة 3000 ذوما على سنوات 3000 اللي يحكي عليهم فهم نسبة كبيرة هما طاحوا في الاغفال ثاني حاجة طيح المحامي في الاغفال هما لزاكونت بروفيزيونال الاقصاط الاحتياطية اللي هي لا تتناسب مع خصوصية المهنة الحرة الاقصاط الاحتياطية عام 2015 حققت ارباح معينة عام 2016 يكونوا هما لباز متاع الاقصاط الاحتياطية حتى ولو ما صورت هاش الفلوس فنهار 25 جوان كما تلقاش الفلوس هذيك باش تدفعها تلقى روحك في الاغفال احنا حبينا نهربوا من هذا كل ونهزوا الزملاء باش ناس كل تدفع قلنا لهم ايجا نعملوين تكنيك اللي تقصط الادا اللي هو التنبر ونحب نفسره كذلك خلي ردوا نزع للتنبري خد تنبري مهم اول حاجة خلنا نحكيه في الفون بتاع الموضوع احنا راونا خمس سنين لأسف في تونس موضوع الجدل السياسي سيد مهدي من غربي كان في مسائل منظومة مجتمعية وشكون مع الثورة وشكون ضد السياسة هي الجباية اليوم اللي نحكيه في مشاكل التوانسة الحقيقية اول حاجة اللي قلت انت واجب التحفظ معنا حتى واجب التحفظ انا كل الارقام اللي قدمتها هي ارقام موجودة عنا في دارة الجباية اللي قدمتها عمادة المحامي واللي يقولوا التوانسة فما سبعة الاف ومتين وستين محامي فيها متى ثلاث ميخلصوش على اداء ما هو شواجب تحفظ احنا في عصر شفافية ولازم التوانسة اللي يخلصوا في الاداء يعرفوا الناس لهذا شتخلص وهذا مشين فيه وسمعت انه واجب تحفظ وهذه معلومات لا احنا في شفافية لازم نعبدأ كل التوانسة تعرفش تعمل اثنين الضريبة يقول لي خمسة ملياردوات يحسبهم ضريبة ياسيدي يميسالش احنا نحسبوهم يا سيدي اللي يتم في اللي تحكي فيه الكل يتم نقطة نقطة نجوزها اسمعتك للنخر اللي يتم عند الشركات كله كله يتم عند الناس نجيو للفون اعطونا اقتراح لولين قالونا فما نعملو طوابع جبائية قلنا لهم به نعملو طوابع جبائية ابقى الطوابع جبائية ما تنمش تكون تحررية يحبو انتام بر لبيراتوار طب شو انتام بر لبيراتوار قضية في التعقيب يخلص عليها خمسة ملايين بعد معاشا نطلبوا بشي هذا غير دستوري قلنا لهم هذا لي اعطونا اقتراح قلنا لهم بالطوابع ذوما من اللي كلنا ندفعوا في حداشا مليار دو في حداشا ثمانين قلنا نمخارقة العادة شبك ما تفعتوش ثمانين عم ناول وات عم ناول وات عم ناولين واصل خلنا واصل لك خلي نكمل احنا اليوم فهموا ثمانين مليون دينار هاو موجودين عندي في الورقم دا مانين انا حسب انا اعطيني خلص احننخسل انا اليها خلنكمل عادة يا عدلتي في السباح كل الارقام اللي قدمتها موجودة في الوثيقة قلنا احنا بش نقبلوا بالتنابر ابقى من نجموش تكونوا لبيراتوار من نجموش تدفع تمبري وبعد ما عاش نطلبوك ما عاش نطلبك بالضريبة ما عاش نطلبك بالضريبة وهذا سوي مية وخمسين مليون طعم شو مية وخمسين مليون وهذا شي مش عادل حتى بالنسبة للمحامين معناها لامبو ضريبة بروغريسيف اللي يصور شوية خلص شوية يصور برشة يصور برشة هم قدمون اقتراح كل محاميل يدخل ثلاثين مليون في الشهر كل محاميل تدخل مي得 وتسعة وвидعين مليون يخلصوا كيف كيف فرد نسبة بين منطق هذا كنجيوا نشوف الارقام المتاحهم اللي قدمهم لإقتراح المتاحه نشوفوا انه السيد اللي يصور مثلا مية وخمسين مليون بالرجيم الحالي بالرجيم الحالي يدفع سبعة وثلاثين مليون وخمسمية ضارابة كانوا يدفع بالنجم يقدمو هنا. بش يولي يدفع 3.8 مليون وخمسة. كيفاش نقبلو هدايا؟ في الاقتراح الجديد اللي قدمو هنا. في الاقتراح الجديد اللي قدمو هنا. بالنسبة لي يصور ولا مئة مليون. في عوض يصور 23 مليون وخمسة مية. بش يولي يدفع 3 مليون. رو مثلا ما تقبلش. بلنجموش يدحسبو المحامي كما الارتقيق الكارونتكات يطلبين عليه كما اللي عنده عطار وعنده كذا. المحامين لابده يكون عندهم محاسبة ويدكلاري وحاسب ما يصوره. اللي يصور برشة. يدكلاري برشة. واللي يصور شوية يدكلاري شوية. ان نعتبر الاقتراح هدايا موش حتى في واسحة المحامين. او صغار المحامين. هدايا كونستالية عنا. اينا اليوم. نعمل في مفاوضات مع الاتحاد. نقول له يا راوش نعملو تضحية. ووجرابش اجلو زيارة الديح معا مين. ما نجمش نعمل هدايا. كيفما قطاعات. موش المحامي برشة قطاعات. ماهيش. معناها تخلص في الاديك كيفما يلزم. واحنا راو في الدولة يا مبكر نحكيوه في المكرو. نحكيوه على سبعة علافة بطير وستين محامي. نحكيوه كاكار. نعرفوا فما محامين. نروفهم صعبة. نروفهم صعبة. بقال يوم. بقال يوم. احنا بدي شوف البقانون اللي عملناه. راو قد ما تصور. قد ما تدفع. ما فيه شي عيب هذي. عليش عنا شادين في الطوابع الجبائية. خاطر الطوابع هذي. باش تسمحنا نعرفه كل محامي قاش عمل ما قضية. باش النجمه اخر العام. بعض ما يصرح. ويعمل تصريح السلامة. قلوا يا سيدي قلش خدمت عمنا ولا انت. خاطر اليوم مش لهم مشكلتنا. عليش اليوم ندخلوا حداش من ياردو برك. عليش. خاطر ما انا عارفوش كل محامي يش يخدم. اليوم راو اللي قولوا ارقام. سامحني كلمة برك. اليوم اليوم. اليوم كنتجوه وشوفوا الادي. 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 اليوم احنا عنا 64.000 معلم في تونس. معدل المعلم يخلص مية وثمانين وثمانين دينار في الشهر. المحامي يخلص مية خمسة وعشرين. اليوم. إليه يدد هوا بالأرقام لي عندك. لا مسححها. ليس إل CHANNALA. المسحح. يعني انا قولك هادي nevermind. مش حائق.lerde مسحح. يعني تاخد سوتاش مليار ضو على اربع لاف وتقسمه مع الثمانين لاف. ما حولا نحكوها على كار. على زلك. محطيك. ينهzekك على كار. خلفي خليك واضح. واضح. واضح كيرا. راو المعالمين. المعالمين يا شاعة معش تحيل- سأل بقع فقط. اليوم حضةерж نatsu. أحنا في العالم أجمع فما دو صورت داموزيسيون فما انا اموزيسيون اللي تصير عالشيفر دافير وثما انا اموزيسيون تصير عالبنيفيسنات اللي يحكى عليه هو سماه بمغربية المقترحة اللي اقترحناها احنا يتماشى معالا اموزيسيون اللي تصير عالشيفر دافير لانا انا كنقول له انا راني كبش ندفعلك الطابع هذة تنزلت على كل حقوقي متاع الكونتابيريتيريان متاع يجي هو يقول الشي هذا مش موجود كيف عايشك الكونتابيريتير ساكوتي بورا جون افوكا انتر دو ميلي تروا ميلي دينار باران بيش ياخد ان كابيني كونتابل مرانا ماناش بدعا يا سيبو باكرا وفي فرنسا عاملين تروا ريجيم للموحامين ثم اللي ريجيم ميكرو بيانسي وثم اللي ريجيم وثم اللي ريجيم ريال نورمال يخي علاش انتو ما بيدكم في البلاد هذة في تونس عندكم اللي ريجيم بيانسي اللي تمتعوا بيه ميهن اخرى سيبو بكر ام بيتياسي حل حانوتي بيع فيه متريال دينفورماتيك يعتبروه ميهن الحرة يخلص 2.5% على شيفر دافير متاع خمسين الف دينار المحامي المحامي يحب معنتها ما ياخذلوش لا سبيسي في سيتين متاع البيانسي اللي هو منظوي في العائلة هذية ويحب يعديها على البارام العادي اللي هو ما يمكنوش يدفع التفياوز يدفع وميمكنوش حتى بيش يطرح التفياوز متاعه كاملة بيش نجم يستنفع باكي القضايا الزوز مليل القضايا خل المحامين وجوبية المحامي في كل القضايا ايكم الزوز مليل ينوب في كل محاميين لا اذاك ايه اذا توسعت شوش قلنا لهم سيبو بكر قلنا لهم هذا بالحساب الطابع حسب الكاسة متاعنا اللي احنا عملنا هايش نجم تعطي بحساب عدد القضايا اذا توسع مجال تدخل المحامي واصبحت وجوبية المحامي كلما توسع سيبربرورسونال كلما توسع انابة المحامي في القضايا هذي كل مرسات دوليتا تطلع موش معنتها راو النجم ونعطيوكم ثمانين مليار دو خطرح ننوبو في الزوزملاين قضية راو هذا السيطرون سنفيس مليون خمسة وعشرين دينار مش صحيح اذا تقسم انتي تعطي اربعلاف وتقسم بعد على ثمانية لاف راي معادة رياضية غير سليم عليش اربعلاف يختلثاليف وين هم؟ ثلاثاليف خرجوهم هما من السيركوينش بخليك حاجة ساعة ثلاثاليف مش قاعدين يصرحوا قلت لك عليش مش قاعد يصرح هم يمارس عندهم صعوبات احنا اليوم كنا بحالة غفاء مخليش يصرح كنا عملوا طابع الجبائي ثلاثاليف مش يكونوا مجبورين قبل ما ينوبوا في المحكمة يعملوا طابع وبالتالي يدخلوا المنظومة الجبائي هذي بقت اثنين اللي كان يقول فيه قلت كنوا واضحين روح قلت كنوا واضحين روح على فعلا ما مش سعاد التيف سمح انت اجتزائت المشروع اللي قدمناه يا يقبل وبيروماتي يا يرفض بيروماتي لا مش شكة احنا قدموا قانون مالية لا تصابع ما يخضعش للريجيم ريال تحقيق اتفاض سيد وزير احنا قدموا قانون مالية مجلس المبالشعب وهو يقوم بدوره بالنسبة لي قالوا كية شيفردفير بالنسبة ليقول شيفردفير اراو سيبافغي اراو اللي يقول شيفردفير الحانوت اللي يبيع في الانفورماتيك وغيره اراو شيفردفير شنوا يشري ويبيع يشري بمئة ويبيع بمئة وعشرين كما عملو له تاكس على دوب وصعب اللي يبيع بمئة وعشرين راو عملو على القيم المحامي يبيع بمئة يخلص الكاتبة والسكرتيرا والحاجم والبيرو والبيرو كل ما بتاعه هو نتحدث عن مرش 60% و50% و60% لا يوجد فرد ريزولمان هذا هو انتي حانوت لا تكسيك في تاكسير في المية على شيفردفير بتاكسير تشري ويبيع هذا مهمة عمل عقلي لا نجموش نحطه ضان verdade سمحا سمحا مอยبلو مقتلحكم مخدمش. ينزل رجعو له الضريبة. وهذا رو اقلهن. على الاساس انه هذيك التنبريا ذايك ما يثقلوش على المواطن زاد. هذيك ما هذيك احنا بتطوع بشيشريه ملقباضة. بكيتانس. ويتحسب عليه. اهذا شي باكنا. شي باكنا نعرفه المحامين. شي يخدموا. ونجموا رقبوهم. وغيرهم. فما حاجة اخرى رو. خليني. خليني. يوري فيه في ورقة سي عم تيب. انا ما نحظر مع سي مهدي. يستأثر بالبلاتو مع انتها وما يخليك اشترك. خليه خلي. خلية. خلي كلمة. سي مهدي. كلمة. كلمة بكلمة. سي مهدي كلمة بكلمة. خلي تكلف. سي عم تيف. معي سو نصارو يا رسول الله. سي عم تيف. يحكي عليهم هذو ما هاهم في فرنسا. ينطبقوا عالمحامين والأطباء. والي زويسيد دو جوستيس. وليزينتلكتويل وكذا. هايك النسبة متاحهم من واحد فاصل سبعة في المياه الى ثنين فاصل ثنين في المياه على رقم المعاملات راو ما يسميهش ان غالطه الرأي العام راوك تقول مثلا تلافة او خمسة في المياه يصيبوا بكر على رقم المعاملات راو منظر بعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين في المياه على البنفيس نات لانا رقم المعاملات ينحيي لك الامتيازات كل متاع دي 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 شارج يضرب لو شيفر دافير ويتعداه معناتها انتي متنحيييش لشارج متاعك جملة اللي يقولك هو لشارج في الترنت بورسان مش صحية احنا قلنا متعو الزملاء المحامين تنتي بانبتياس يعطيه اعفاء ضريبة خمس سنوات يسمو بكر المحام يمزل ما ترسمش يدفع الضريبة دنيا في السنة اربعة مية وثمانين دينار هو مخدمش يقوله راك في السيستم ديكلاراتيف يمشير يقوله نيان يقوله تي بايرا كومان اربعة مية وثمانين دينار هذا لنظ مطالبين بعفو جبائي زاد انتوما اذا كانت مشيو في حكاية تمري عفو جبائي احنا نحبه اش نوحى بينا نعمله يا عاملين انتوما العفو جبائي خي تاوزت عاملين عفو جبائي عاملين عفو جبائي ويزنكم تعاملوا عفو جبائي حبوا تصلحوا البلاد والله اليوم يلزم تصير انسير سور ريبابليكام الناس الكل جي الناس اللي في حالة اغفال انتوما عاملين في مشروع قانون المالية متاعكم اللي عندهم حالة اغفال او عدم تصريح بالوجود بش يدخل في المنظومة عاملين لهم عفو جبائي وعملين خطيه رمزية ثلاثمائة دينار على كل سنة عاملوا العبد اللي عنده بركة ويخدم ايضا يقولوا خلص ثلاثمائة دينار ودخل في واحدة مش للمحامين مش المهال الحرة حاجة اخرى حاجة انا يا سيدي اخيل نحكي بالنوامر الاقتراح امتيح المحامي دخل مئة وخمسين مليون مئة وتسعة واربعين مليون وتسعة مليون وتسعة وتسعين قدش عنده شارج عليهم عشرين ثلاثين خبسين مليون سبعين مليون قدش يقعد له في الاخر في يده اثمانين اللي يصور ثمانين مليون في الوظيفة العمومية ولا في القطاع الحر يصور يخلص عليهم تلاثر عشرين مليون امبو انتم معهم يقتلح ابو صور عليهم ثلاثة ملايين يا رسول الله لو ما تجيش اراو 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 مسألة مناش رانا نزيده على بعضنا هذه الارقام وشعبوي وقاعد يقلب علينا في الرأي العام مناش القلب وفضائي العام قاد ينابصارحوا في الرأي العام باللي تمه نحنا قلنا ثم دو ريجيم دفيران كان بش تمشي في التامبر رو بش نحكيه على الليبيراتوار ونحكيه كيف موجود في الرأي المجمع. الليبيراتوار غير دستوري. ما نجموش لعقولك تخلص ستين دينار وعشان طالبك بلديك. تخلص ستين دينار على قضية. وتصور فيها عشر ملايين. وتخلص عليها ستين دينار. شوف يا سيبو بك. كان تحبوا بش تمشيه في 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 ردافير نحكيه على التامبر. كان بش تحب تجتزق المشروع متاعنا. وتاخذ اللي انتي حاشتك به. وتمرر اللي انتي حاشتك به كذلك. لا هذا هو. انتي معنتها توا سيبو بكر. هذي نواة. احنا حبينا نساهلوا على زملائنا المبتدئين. اللي ماناجي بش ياخد ان كابيني كونتابل. توا بش يرغمك بالسيف. بش تعملين كونتابلتي ريال. بش تقعد كل يوم وانتي تحسب. قداش خريت من تامبر قداش عندك شارج وكذا. نعم. وانتي تحصل بك. لا لات مش كونتابلتي مش عطي. مش عطي. المحنين فوش يحسب. لو كان لات 62 اقول انا مش كونتابلية المحنين. غيرعنا ريجيم ريال. اللي حبيت خرف كونتابلتي. في فرنس. اللي اتخل به. احنا رانا اعطينا المحامين اللي حبي تخلقوا التابلية تيريال ويلا انتقى اللي شارج متاع الكل علاه وذلك. اللي يحبي يقضي الفوفي القديم. خلصو له لتابلية متاحهم. تتحمل الدولة هالتابلية متاحهم. فانبورسان مش. عليش تحرك. داخل في شارج متاعك. داخل في شارج شوف اللي اللي يحب يقعد بالرجيم فورفيتير يقعد ويدفع التنبري يقبل. حاجة اخرى. شكرا. اراو اراو. اليوم. شكرا سيماني. في الوقت سيماني. شكرا. عانا 22000 استاذ جامعي. الاستاذ جامعي خلص قد اربع محاميين. القاضي يخلص ضريبة كنخذه في المكروه. نحكي ودي ما في المكروه. احنا دولة اللي جوفوا المكروه. القاضي يخلص ضريبة قد خبسة المحاميين. الرجيم هديه مش قادم يتواصل. شكرا. 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 برك الله فيكم. شكرا لك سعب تفسي توحي وضع هيا الوطني المحاميين ونسخ رجل الجباية. برك الله فيكم الموضوع رو مزال بشي تواصل النقاش فيه وقت نقاش قانون الملي. شكرا جزيلا سيماني بن غربية الوزير المكروب على علاقة مع الهددستوري والمجتمع البيدني وحقوق اشتركوا في القناة